نستكمل حديث عن مكرر العلوم العامة الفصل الرابع فصل الأحياء الموضوع الرابع الجهاز الهضمي الأهداف بعد درس الموضوع المفروض يكون الطالب قادر على إيه يتفحص نموذج الجهاز الهضمي يتفحص نموذج الجهاز الهضمي يستنتج عمل ووظائف الجهاز الهضمي يستشر عظمة الله سبحانه وتعالى في الجهاز الهضمي وعمله يستشر عظمة المولى سبحانه وتعالى في الجهاز الهضمي وعمله نشاط كيف يعمل الجهاز الهضمي؟ كيف يعمل الجهاز الهضمي؟ أولا التركيب يتكون الجهاز الهضمي منه؟ القناة الهضمية والغدد الملحقة القناة الهضمية فيها الفم ثم المريء المعدة الأماء الدقيقة والأماء الغليزة الغدد الملحقة الغدد اللعبية الكابد البنكرياس وده الشكل يوضح الكلام هذا عندنا جهاز الهضم الفم البلعوم ثم المريء المعدة الأماء الدقيقة والأماء الغليزة الكابد ثم البنكرياس تحتنا في المنطقة هذه وظيفة الجهاز الهضم وظيفة الجهاز الهضم الأساسية هي هضم الطعام وامتصاز جزيئات الطعام المهضومة هضم وامتصاز الطعام عمل الجهاز الهضم عملية الهضم عملية كيميائية ميكانيكية يتم من خلالها تحويل جزيئات الغذاء الكبيرة وغير القادر للزوبان إلى جزيئات صغيرة يسهل زوبانها وامتصازها بعد كده الوظيفة الثانية تنتقل جزيئات الطعام الممتصة من الأماء الدقيقة إلى الدم يتولى الدم توزيع هذا الغذاء على خلال الجسم المختلفة حيث يتم الاستفادة منه في إيه؟ بتوليد الطاقة وبناء الجسم في اختم الوضوع لخص ما تعلمته ترجمة نانسي قنقر